وصلنا إلى الحديث عن المؤتمر الذي تطلقه منظمة الأغذية والزراعة الفاو للمؤتمر الإقليمي لإفريقيا في دورته 30 يعقد في العاصمة السودانية الخرطوم لرسم طريق جديد للتنمية الزراعية وأمن الغذاء في القاهرة للعامين المقبلين وذلك تحت شعار التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في إفريقيا تحسين طرق الإنتاج واستحداث فرص عمل لائقة وجذابة للشباب يناقش المؤتمر وضع الغذاء والزراعة في إفريقيا والأفاق المستقبلية والقضايا المستجدة في هذا القطاع بالإضافة للتغير المناخي وتأثيره في عمل ونشاطات الفاو وبناء السبل لمواجهة الضعف الشديد الذي تعانيه الزراعة وسبل العيش الريفية في إفريقيا المشاركون سيناقشون قضايا تتعلق بزيادة فرص العمل للشباب في القطاعات الزراعية والريفية إضافة إلى الحفاظ على التنوع الحيوي في الزراعة ومصائد الأسماك والغابات يشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في الفاو إضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء الوفود الرفيعة رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في المنظمة وعدد من الشركاء وممثلي المجتمع المدني والإعلام مساعد المدير العام لمنظمة الفاو أعلن ارتفاع نسبة سوء التغذية في إفريقيا من 21 إلى 23% بين عامي 2015 و2016 وتوقع تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية أن يصل عدد العاطلين عن العمل في القرى السمراء إلى أكثر من 40 مليون عام 2019 أي بزيادة تفوق 38 مليون في 2017 زيادة السكان تعد أحد التحديات إذ من المتوقع أن يبلغ عدد السكان بليون و700 مليار نسمة بحلول 2030 ولكن لزيادة السكان فرصة لتطوير الزراعة ورفع قيمة العمل لكسب تريليون و300 مليون دولار وهذه فرصة أمام الشباب لانتهازها لتحسين أوضاعهم الاقتصادية أكد تقارير أن النزاعات في السومار وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى زادت من عدم لمان الغذائي